تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ومعالي سكرتير عامل أمم المتحدة السيد أنتونيو جوتيرش وأرحب بكم جميعا في القاهرة وأشكركم جميعا على تلبية الدعوة هذه الدعوة المشتركة الموجهة من حكومة جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي الهام والذي يستهدف تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة فضلا عن دعم جهود التعافي المبكر وأرحب بشكل خاص بدولة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة فلسطين كما أشكر السيدة أمينة محمد نائبة سكرتير عامل الأمم المتحدة على المشاركة معنا في هذا المؤتمر الهام وأرحب بالمشاركين من الأمم المتحدة في تنظيمه ولا سيما المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا وكبيرة منصقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وممثل مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية الأوتشا أصحاب المعالي السيدات والسادة نجتمع اليوم في ظل استمرار المأساة غير الإنسانية وغير المسبوقة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة العدوان الغاشم الإسرائيلي المستمر وهي مأساة فاقمت من معاناته الإنسانية المتواصلة منذ عقود بسبب استمرار الاحتلال بل ويزيد منها ويكرسها عجز مؤسسات المجتمع الدولي والمنظومة القانونية الدولية عن اتخاذ قرار ومواقف راضعة وحاسمة تحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق وتوقف الانتهاكات الفادحة والمستمرة التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتمنع محاولات خلق واقع جديد طارد للفلسطينيين من أراضيهم ومعرقل لحقهم الشرعي الثابت وغير القابل للتصرف لإقامة دولتهم المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية لقد فاق العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة كل الحدود إذ تواصل إسرائيل ارتكاب الفضائع على مرأة ومسمع من العالم منذ أكثر من عام دون رادع وفي مشاهد مروعة تعجز الكلمات عن وصفها كما تستخدم إسرائيل التجويع والحصار كسلاح والتهجير كعقاب جماعي للفلسطينيين بالمخالفة الفادحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي على مدار ثلاثة عشر أشهر وقف المجتمع الدولي متفرجاً أمام ما يتم ارتكابه من أفعال بشعة ومشاهد قتل للأطفال والنساء وتشريد للسكان المدنيين وتدمير المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس وقصف سيارات الإسعاف بل واستهداف العاملين في المجال الإنساني بمن فيهم موظفي الأمم المتحدة الذين أوضى القصف بحيات أكثر من 173 منهم من الشهداء غالبيتهم من شهداء وكالة الأنروا فضلاً عن تدمير أكثر من ألفين منشأة تابعة للوكالة في قطاع غزة من بينها أكثر من 65 من مدارسها كل ذلك كان حصيلته قتل أكثر من 43 ألف فلسطيني 70% منهم من النساء والأطفال فضلاً عن نزوح أكثر من 2 مليون شخص بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرها الاحتلال وباتت تغطي أكثر من 85% من أراضي القطاع وإمعاناً في هذه الانتهاكات تمنع سلطة الاحتلال المساعدات الإغاثية الإنسانية والطبية والطبية اللازمة من الدخول إلى قطاع غزة من خلال فرض الشروط والعرقيل غير المبررة وغير القانونية وما تسمح بإدخاله بعد الضغوط التي تمارس عليها لا يتناسب بطبيعة الحال مع حجم الاحتياجات الهائلة داخل القطاع والناجمة عن التعرض المستمر للقصف والتشريد وانتشار الأمراض والأوبئة وبرد الشتاء القارس وخطر تفشي المجاعة بل ويجد ما يتم إدخاله صعوبة في توصيله إلى المحتاجين إليه لتعرضه للسرقة والتخريب بسبب غياب الأمن وغير ذلك من المخاطر التي تحول دون قيام العاملين في المجال الإنساني بمهام عملهم تزداد الكارثة حدة مع الهجوم المستمر على وكالة الأنروا والمساعي لتقويد عملها بل وتدميرها وما سترتب على ذلك من الانهيار التام للاستجابة الإنسانية داخل قطاع جزة وتصفية القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العودة وتدين مصر بشكل كامل في هذا السياق إقرار التشريع غير القانوني لحظر عمل الوكالة لما يمثله من سابقة خطيرة بحظر دولة عضو بالأمم المتحدة لعمل إحدى وكالاتها وتعكس استخفافاً مرفوضاً بالمجتمع الدولي ومؤسساته وتشدد مصر على أن الوكالة لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها داخل القطاع ولا يمكن أن يحل محلها أو يقوم بدورها أي طرف آخر أيًا كان أصحاب المعالي السيدات والسادة لقد كانت مصر في طليعة الدول التي هبت لإغاثة أشقائها الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر عشرين تلاتة وعشرين حيث قدمت نحو سبعين بالمائة من المساعدات التي دخلت القطاع منذ ذلك الحين مع تسهيلها إجراءات الشح الجوي والبحري والبري لاستقبال هذه المعونات كما استضافت مصر ألافاً من الجرحة من أشقائنا الفلسطينيين ووفرت لهم الرعاية الصحية فضلاً عن تضعيم ألاف من الأطفال الفلسطينيين وقدمت الدعم اللازم لالتحاق الطلبة الفلسطينيين بالمؤسسات التعليمية المصرية سواء من خلال وزارة التربية والتعليم أو الأظهر الشريف وهذا ليس منة منة ولكن هذه مسئولية وواجب على مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين وبتوجهات ممواشرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي كما أنشأت مصر أول مخيم إيواء بجنوب القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني ويسرت أيضا إدخال أربعة مستشفيات ميدانية إلى قطاع غزة مع استقبالها لمستشفيين عائمين بمدينة العريش لمعالجة المصابين وليكن معلوما أن مصر مستعدة لإدخال أعداد كبيرة من الشاحنات يوميا إلى قطاع غزة بمجرد أن تسمح الظروف الميدانية اللازمة لضمان النفاذ الآمن للمساعدات وتوفير المناخ الآمن لعمل وكالات الإغاثة وأن أؤكد في هذا الصياق على الأولوية البالغة للانسحاب الإسرائيلي الفوري من الجانب الفلسطيني من معبر رفح فالضغط على الاحتلال لفتح معابره وتشغيلها بطاقتها الحقيقية بكل ما يعنيه ذلك من تحمل إسرائيل باعتبارها سلطة الاحتلال مسؤولياتها التي يحددها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهذا هو الشرط الضروري بل والحد الأدنى المطلوب لتخفيف حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع والتي يتحمل الاحتلال بشكل كامل مسؤوليته لقد خلف العدوان المستمر على القطاع منذ أكثر من عام حجما هائلا وغير مسبوق من الضمار الذي يحتاج إلى عقود من الزمن لإصلاحه وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل فوري ومستدام وتنفيذ خطط للتعافي المبكر من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية من غزاء وماء ومأوى وصرف صحي ورعاية صحية للسكان فضلا عن إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية بما في ذلك إصلاح الطرق والمباني العامة والشبكات الكهربائية وشبكات المياه وإعادة إحياء الاقتصاد المحلي لمساعدة غزة على التعافي من أثار هذا العدوان المدمر وإعادتها إلى أن تصبح مكاناً قابلاً للعيش بالحد الأدنى لحين بدء مرحلة إعادة الإعمار بمجرد انتهاء العدوان والإحتلال وعلى ضوء ما تقدم يشجع الداعون لهذا المؤتمر جميع الوفود المشاركة على الإعلان عن تقديم الدعم اللازم لأهل غزة والإعلان عن تعهدات مالية ملائمة وقابلة للتنفيذ الفوري لإنقاذهم من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها في القطاع وبما يمهد الطريق أمام التعافي المبكر ثم إعادة الإعمار حتى لا نخزلهم إنسانياً كما خذلناهم سياسياً أصحاب المعالي السيدات والسادة لقد حان وقت التراجع عن سياسة المعايير المزدوجة فالمطلوب الآن وفوراً هو موقف حاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية وباقي المؤسسات الدولية القانونية التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وقيام سلطة الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتزويد السكان المدنيين بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية بموجب القانون الدولي الإنساني وأن يؤكد مرة أخرى على الأهمية البالغة لوقف العدوان الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية ورفض سياسة التهجير للشعب الفلسطيني الشقيق سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية وختاما فإننا نؤكد مرة أخرى على الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون ولا تخضع للمساءلة ولا المحاسبة وإننا في الختام نتوجه بتحية إجلال وتقدير للشعب الفلسطيني الشقيق على صموده وكفاحه وتضحياته المستمرة دفاعا عن أرضه وعن حقوقه رحم الله الشهداء وأقول إلى شقائنا في غزة العزيزة وفي كل الأراضي الفلسطينية أن مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري سيبقون دائما على العهد متمسكين بموقفنا الداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 67 مع الرفض الكامل لكافة المساعي الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم كما ستستمر مصر في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة والمساعدة لوقف نزيف الدم وستواصل التحرك التحرك بلا كلل مع أشقائنا العرب ومع أشقائنا في دولة قطر ومع أصدقائنا في العالم بلا كلل للعمل على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرة وضمان النفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية شكرا جزيلا على حضوركم وعلى حسن الاستماع وأعطي الكلمة الآن إلى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد وأنتهز هذه المناسبة لتوجيه أيضا تحية إجلال إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرس على شجاعته وعلى تمسكه الصلب بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقيادته الحكيمة لمنظمة الأمم المتحدة في هذا الظرف الدولي الدقيق شكرا جزيلا وأعطي الكلمة إلى السيدة أمينة محمد شكرا جزيلا تونيو جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا